بمناسبة ايضا احتفالتنا بانتصارات اكتوبر سيناء هي القلب النابض للحكاية سيناء هي اصل الحكاية اصل حكايتنا اصل رويتنا اصل سرديتنا سيناء الحضن الدافئ القلب النابض سيناء هي التي كانت بمثابة دمعة كبيرة على خد الوطن اصبحت النهاردة بسمة واضحة على وجه الوطن سيناء النهاردة بتزخر لأول مرة في التاريخ بهذا الكم الدافق من الاستثمارات والتنمية لان احنا بنحافظ دايما على سيناء بالقوة الخشنة النهاردة بدافع عن سيناء بالقوة الاستثمارية بالقوة المادية بالقوة التنموية تنمية شاملة سواء تنمية اقتصادية وتشغيل ومصانع وزراعة وتنمية بشرية مدارس ومستشفيات وأندية وثقافة بنحاول فعلا الدولة هذه المرة زي الرئيس ما قال احنا بنتكلم كتير عن تطوير وتحديث وتنمية سيناء عايزين نحول هذا الكلام الى برامج تم تحويلها الى برامج وتم ضخ استثمارات ومشروعات وبنية تحتية من طرق وكباري وترع وتحليط مياه وزراعات بما يصل الى تريليون جنيه مصر وزيد خلال عشر سنوات النهاردة الاثنين هدية جديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لابناء سيناء اعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بمناسبة ذكرى صلاة اكتوبر حيث تم النهاردة التشغيل التجريبي لخط القطار الفردان بقر العبد العريش وفقى الخير والله بقر السابع فقى الخير هذا الخط اللي بيطلع من الفردان الى العريش الخط دا كان معطل من اكتر من 13-14 سنة بيتم زي ما انت شايفين في الصورة اه ادي محطة بقر العبد وادي الفريق كامل وادي المسئولين وادي محافظ شمال سيناء اه اه ساتل لواء اه خالد مجاور وادي ابناء سيناء قدامكم ادي الصورة قدامكم وادي الفريق كامل بتكلم على اه بداية تشغيل هذا الخط اه الفردان بقر العبد اه وهيشتغل مجانا لنهاية شهر اكتوبر دا هدية لابناء سيناء الدولة بتحتفل بهم وبتحتفل معهم وبتحتفل لهم من خلال اقامة مشروعات اه اه لتغيير واقع ابناء سيناء تشغيل تجريبي لقطار التنمية اه من جديد دا بيمثل رافض من رافض التنمية في ربوع سيناء الحبيبة ومئة كيلو متر اه ان شاء الله دا مرحلة الاولى الاولى تمهيدا لافتتاح الرسمي خلال المرحلة القادمة واعتقد انه زي ما قال لفريق كامل وزير الخط هدية فخامة الرئيس لأهالي سيناء الحبيبة وكمان قال ان الخط بيعتبر اضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء وستم تقديم مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة للركاب طبعا فرحة ابناء سيناء قدامنا واضحة لا تخطئها عين ايضا نحضا ايضا نحضا